بسم الله الرحمن الرحيم أحضركم أستاذ زيسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم أحضراتكم الفيديو الـ 54 من سلسلة شرح برنامج ميكروسوفت ورد وفي الفيديو ده هنقدم أحضراتكم كتابة الرموز العلمية من أعداد أستاذ زيسر محمد نجيب في البداية بتوجه بكل شكر والتقدير لأستاذ سامح محمد علي أحمد سعدة مواجه الساينز في مدرسة الشريف الخاصة لغات بالزأزي والسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الساينز لاختيارهم الرموز ديت عشان نقدمها لحضراتكم دلوقتي عندنا أول رموز العلمية هو الشكل ده ببساطة عشان تقدر تجيب الشكل ده انت بتضغط على انسرت تاخد الدوال وبعد كده تختار الشكل اللي موجود عندك على سبيل المثال الشكل اللي احنا هنأخذه هو الشكل موجود هنا هاخد الشكل ده على سبيل المثال أنا كتبت على المربع بعد كده كتبت تسعة عشر هنا وكتبت تسعة هنا ده الشكل الاول تقدر بقى تظلله وبعد كده تلغي الويلان اللي فيه فيبقى الشكل بتاعك موجود بشكل طبيعي ده الشكل الاول اللي مطلوب منك كتبته بالنسبة للشكل التاني لو انت عندك معادلة زي دي ببساطة انت تقدر بانك تكتب العناصر زائد بعد كده بتبدأ انك تحط السهم عايز تختار السهم من خلال ادراج وتعمل السهم بعد كده تكتب وتفتح تحب قوس تقفل القوس وبعد كده تكتب الاتنين طيب الاتنين ديت ازاي خليها بالشكل ده وببساطة بتقدر بانك تحط تظللها ومن خلال هم تدلها الشكل ده فيبدأ انها تتكتب تحت بشكل طبيعي طيب لو انا عندي معادلة بالشكل ده هقدر اعملها ازاي هنكسب على سبيل المثال بعد كده هزل للتلاتة هديها كتابهم الخفضة بعد كده هكتب سي اي او زائد سي او تو هاخد التنسيق بتاع الحروف ديت علشان احطه على الاشكال ديت فتبقى مكتوبة بحروف عادية او انك تظللها وتطفي الاكس تو بتقدر بعد كده بقى انك تعمل ادراج بتقدر بقى انك تحط من خلال الجزء المخاصص للمعادلات بتقدر تختار له السهم بالشكل ده وهنا تدرج انسرت وتحط المثلس بعد كده تكمل المعادلة بتاعتك زي ما هي سي اي او زائد سي او تو وطبعا هتظلل التو هتديها الشكل المخفض فتتكتب بالشكل ده فاصبحت عندك المعادلة مكتوبة بنفس الشكل الموجود عندك فوق طيب نفس الفكرة هتقدر انك تستخدمها في المعادلة دية ولكن الفكرة هنا بقى في المعادلة دية الجديدة انك في عندك او بالشكل ده طيب لو انت عايز تكتب او بالشكل ده هتكتب او تو بدل ما كنا بنديها كتابة منخفضة هنديها كتابة علوية فهتبقى زهرة عندك بالشكل ده بقية الاشكال زي ما هي في الادراج اللي احنا اخدناها طيب لو عندك الرموز تدل على الموجات الصوتية ما بين التخلخل والتباعد طيب تقدر ترسم الرموز دي ازاي في طريقتين قدامك تقدر تستخدمها في الرسم الطريقة الاولى هي بقى انك تاخد انسيرت وبعدين شيب وتبدأ انك تعمل خط بعد ما تعمل الخط ده هتدخل على فرميت للشيب بتاعه هنخليه حسب المقاس اللي انت عايزه بعد كده بندغط عليه كنترول وننسخ منه نضغط كنترول وننسخ منه فيبقى عندك هنا على سبيل المثال التخلط طبعا هتنسق المسافات ما بينها علشان تخليها بنفس الشكل اللي هو واضح قدامك فوق بعد كده هتيجي في التباعد هدخلها مثلا بمساحات اكبر زي ما هو موضح قدامك طيب في طريقة تانية اسهل لرسم الموجات الصوتية الطريقة دية انت ممكن بانك تيجي تعمل لغة الكتابة هي اللغة الانجليزية وتستخدم حرف اي كابتل من الخطوط اللي ما يظهرش فيها اي علامات على الاي فتقدر انك تحط الاي كعلامات موجودة ضمن بعض بعد كده تاخد مسافة وبعد كده تاخد اي وتدي مسافتين مثلا فيبقى ده التباعد وده التخلخل بنفس الشكل اللي موجودة عندك لو انت عايز تصغر المسافات تقدر بانك تظللها وتصغرها او تكبرها للشكل اللي انت عايزه على سبيل المسال انا مسلا هعملها للشكل ده مش عايزها واسعة قوي مفيش مشكلة دية افكار انت ممكن تستاند اليها في كتابة الرموز العلمية شكرا لحضراتكم ونتمانا لجميع كل التوفيق اشتركوا في القناة